السلام عليكم يا أخوتي ومرحبا بكم معي في اليوم فيديو جديد صارحة قبرت عليكم هذه المدة دي العام تقريبا من نوفومر دي العام اللي فات او من اخر فيديو كنت شاهدته في شهر ستا يعني من نوفومر دي العام اللي فات درتي الله فيديو لاجوز مهم تماراكم معارفين القادية اشنو كان فيها الناس اللي معاي في القناة را عارفين بانني كنت مريض ومنك تبعد علي يوتيوب واحد المدة سعرف لي ما تفقاش ترجع بالزربة يعني كتمل مهم اليوم عندنا واحد جدي المواضع سنجلب عليهم بالزربة وما سنطول عليكم مهم قبل ما نبدأ قررت واحد قناة في تيك توك سنقول لي ندر فعل لايفات مباشرة لو تطرحوا الأسئلة دي لكم تماية مباشرة لايف دي ما ندرها مع السبع هذه الأشياء ولا لديكم وقت كتبوا لي في القناة أنا دي ما لايف في تيك توك يعني أي لاحظة تقدر تدخل تقدر تلقاني في تيك توك مهم اسمية دي تيك توك هو عبدالله الدكوج يعني سهل تلقاه هذه الاسمية والكنية دي لها عبدالله الدكوج دخلوا تماية تيك توك واشتركوا معي في تيك توك لكي ندروا لايفات مباشرة وطرحوا الأسئلة والذي يريد أن يطلع معي وقدر يطلع معي فاصة فاصة بالوجه ويسووني مباشرة مهم الموضوع اليوم لا تنسى كذلك تشتركوا معنا في القناة في يوتوب ولا تنسى أول مرة تشتركوا في القناة لا تنسى لايك لأول وغير اشترك الموضوع اليوم هو واحد موضوع كنا هضرنا عليه حالة في واحد مدة سنة ونصة لا تنسى الكثير من الناس الموضوع هو من قلت لكم بأنه من قد وضح الخمس سنين هنا في ألمانيا تريد أن تأخذ أو بطاعة الإقامة الدائمة في ألمانيا فهما تطلبوا منك هذا هو بي عينز 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 تدخل الكارتة على خمس سنين وست سنة مهم ومعاً من أساسيا في هذا هو موضوع الثموضب معي بي عينز ويقول لك أما انا مدير بالكارتة يعني في الأول وقم يزيدك عامين وهو لمرة الثالثة يجدك ولكن لن تدفع كارتة وينما سننتجدك يتفاجئ ويمكنك في مدة ثلاثي حتى تدفع عامين وليس دعونا العام الثاني، قامت بتوضيع العملية في ورقة الخضراء ويقول لك اتأكدنا بحقك البنية و أهلا أنك تخوي ألمانيا يعني انت في ثلث شهر كيف إلى تقرأ البنية في ثلث شهر، إذا كانت تعلمنا اللغة تقدرت ان تقوم بحقك براو فونغ و شركة سياسة محباً و تجمع لمنظمة الإرادان بحقك، يعني الذي يقوم بحقك محقاً بحقك في أحد general السياسة، إذا قرأت البنية في المدراسة، هذا المتحان السياسة يصبح مع القراية ف sensation خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوهو 48 و integral غيرينش م modalين واستطيع الد Director ! لا تتـعلمون تقديمها Oh!! ف outsiders So don't talk to certain فريكين ورanz foreign يعني السبب تتـعلمين في مدة المدة لتـدفع هنا هون الناس الذين عمو الذين السفر وجم يعامكم ومن بعد ذلك يرجعوا هنا وقرأوا اللغة وبدأوا في الثانية أذير أخوتي المهم فد شيء كامل اللغة في ألمانيا رمى شيء بحث الطاليان أو بحث السبليون هنا في ألمانيا تجد تقرأ اللغة لا يوجد منافين وما أنت تدفع الجنسية حتى 8 سنوات سأخذك الـ P1 ومن هنجح هذا العام في 2021 لأنجلا ميرك لمشات ونجح هذا الـ SPD ومن هنجح هذا الـ SPD في البرنامج دير وانتخابي ستعلق بغير على خمسة سنواتي يعني أنت في عامة لا تدفع كارتة ستعلق بشكل دفع جنسية ومن ثم يجب أن تدفع الـ P1 في المناطق أن تدفع الـ P1 في العام الثاني لكي تريد العامين يقول لك فينا القراية على الأقل يجب أن تدفع الـ P1 أو أن تدفع الـ P1 لكي تأتي هنا ويتدفع الوراق ويتخرج لك الوراق ويتم تقرأ اللغة ويتم تعدهم صورة حياة ويتم تستخدم تقرأ ف -"P1-1-20-3-4-3-4-3-5-128-5-11-9-11-11-11-7-11-11-у-1-17-11-1-11-1-11-5-0-17-12-7-11-1-1-1-12-4-1-1-12-11-12-11-11-11-12-13-5-11-11-11-E-14-1-12-fa-1-11-11-11-12- geographic range سوف ترجع доп. التخدرد قل Lizzo iembre öyle ـtti فيهم إددار wis Ads видео سترجعاء So what i don't want td الفلوس في المدارس العشية بعد مراتك يجمعون الأقسام يجب أن ترى صحابك الذين يريدون أن يقرأوا اللغة وتجمعوه على الأقل سبعة الناس لكن سبعة الناس يستطيعون قيزة لم أجد أي شيء ما تفعل لماذا تفعل ذلك العام؟ لم تفعل ذلك العام؟ لم تفعل ذلك لغة أغلبية المناطق لم تفعل ذلك العام؟ لم تفعل ذلك العام؟ تحاول أن تخرج من ذلك الخدمة والشاف التي تفعل ذلك العام تفعل ، تقرأ ثم تقرأ عندما تدخل العام الأول فأنتعلم أنه لا لغة أغلبية 400 ٨ بعد العام الأول تكلس كما تقرأ ولكن عام الأول تخرج وذلك العام الأول تستطيع أن تكلم في العام الأخرى توقع توجد رأسك وضح الراحة تدخل العام الأول وعام الأول لا يكون لديك كيف تقرأ اللغة فكانت تقرأ بالدخل من الكثير من العام الأول في الورقة من العام الثاني هذا العام الأول إذا لم تقرأ اللغة سافرك لم تقرأ اللغة وإلا تجد حل وتقرأ كما قلت لكم أخوتي الحل يجب أن تجد حل لكي تقرأ اللغة قبل أن تذهب لك خمس سنين كثير من العائلات عايتولي وكثير من العائلات عايتولي دفع هو وصاحبه في نفس بكتب الهجرة في نفس الأوسلاندير بيهورده مثل نفس الكوستورة وبجوجهم جاءوا مع بعض إياتهم ومنهم يريدون أن يتجدون خمس سنين واحد يتجدون بيهورده وقالوا لي لما يتجدون بيهورده يجدون بيهورده ألماني أو لا تجدون بيهورده وعطوه عامين وزادوه عامين أخرى وقالوا له من بعد يجيب لي ناق يعني على حسب الموظف كان الموظف الذي يتفاهم معك موظف الذي لا يتفاهم معه يجيب بيهورده ولما يتأخذ أخوتي الله يعمل لا تقول لي اه لا انا ما قالوا لي والو لا رهدوا وقالت لك بجوجهم في نفس الكوستورة غير بجوجهم كل واحد يتفاهم عندهم موظف واحد موظف قال لي يجيب لي بيهورده ولما يأخذ ورق تخوي والاخر أعطاه العامين وقال لي بيهورده بيهورده يعني أختي راه ما الأحسن؟ واذا قد سنتي يكون موظف زوين يقول لك صاف يصير واذا كنت تحت منك قال لي هذا أنها الشهر واذا تبلي؟ لا توجد مشكلة و Kurdت عاليك حياته تدام في انتعام عائلات في أولادك وكبره هنا خمس عام وradaك يقره هنا وصحابا لا يتفاهم ودعو تحياتك هنا شريتي واحد طنابل ما أطعله فالصاحب هنا في حالي وليس في طاليان ويقلت عندك عالي ويقلت نعلن وقتك يقول لك أخوي، أحد السيد يدفع في عمره خمسين يدفع في مكتب الهجرة يعني أخوتي قبل أن تبكي، قرأ أخوتي اللوغ أنا نصحكم أنا، قرأوا اللوغ أحد السيد يدفع هنا ويدفع في مكتب الهجرة المرة الأولى، لم يقابل لي طبخ يدفع الطبخ، لم يقابل المطاقة المنطقة التي يدفع فيها لا يقابل لها دفع المرة الأولى لا يقابل لها، دفع المرة الثانية لا يقابل لها، دفع المرة الثالثة لا يقابل لها ودازت لها 3 أرى وهي مدير محامي قال لك أنا دابط محامي 3 أرى، حتى أنني أدفع لك ألمانيا إذا لم أدفعته في 3 أرى سأخذك تخوي ألمانيا وإذا كنت يدافع ومرض ترد، واخذ الدوز 3 أرى لم يوجد مشكلة أما إنك دافع في تلت تهر و جاءت الرد بأنك لا تقبل لك الدوزي و دافع في تلت تهر يجب أن تخلق أما إنك دافع و لا يجوا بأن لا يجعل المشكلة لديهم هذا السيد سيستطيع أن يسول لك و قال لك أن أسألت لي تلت تهر و لم يقبل لها ثلاث مرة وهذا أدرت محامي و لماذا سنى المحامي أن يرد أليه؟ و لم تنقص بحالي؟ و إذا سنقص بحالي كيف سوف ينزل؟ أخو للمحامي لا يدير لك لأن المحامي يستطيع أن يكون شخص آخر غالط من المكتب الهزراء كان قانون وهو ما هرسوه بالعاني ضد دفق أو عنصرية أو لا أما من يكون قانون تابد عليك بأن مثلاً هنا مكتب الهزراء لا يتشع علاقة بالمشكلة لك لأن الرفض يأتي من مكتب العامل من الاربايتسامت مكتب الهزراء اسمه الأوثلاندر بيهرته مكتب الهزراء هو الذي يرفض لك إذا أنت تدعي المحامي سيدعي مكتب العامل ومكتب العامل سيدعيه مدام رفض لك الضوصي سيكون هناك الكثير من الناس مقيدين في مكتب العامل يستطيعون الخدمات من ألمانيا لديهم الوراق وكل شيء سيأتي بك أن تكون لديك الوراق وسيصبقك على الناس الذين لديهم جنسية ألمانية أو جنسية طاليانية أو لديهم الوراق الألمانية أو العامين أو خمسة سنوات فإذا كان لديهم عشراء فلا لا يستطيع أن يكون لديهم حضاث خاصة لديهم العشراء يكونوا خدموه وكما يكون لديهم الوراق أخرى سيأتي بفق منك لأنك لا يوجد ورقة لا يوجد أن يتفع يعني هذا المحامي الذي يستطيع لك هرف لك وليس يقوم بك أي شيء ويستطيع غير وقتك لذا أجب أن تذهب بحالك إذا أجب أن تذهب بحالك ماذا تقوم بحالك؟ تذهب بحالك تدكاري بأنك أسفل أغلب الأوسلاندر بحالك يتعطيك أحد ورقة لكي تطبعها في القنصلية الألمانيا لذلك البلد التي يتفعها بعض الماناطق لا يأتي لك فلسلت لك يا أيدي حالك ماذا أن تحييت لك المنزل تحييت الإسادة الكمنزل إذا كان لديك رأس بحالك أو الترن و الطنويل يمكن أن تخلصه حتى عندما رجعتها سأجدها جاربت ورقة ودكرته وعندما يأتي لك تحييت الإسادة التي ستأكلها مع الحالك ويتعام الكمنزلة سأجدها جاربة سأجدها وتتعلم أحد الأوسلاندر بحالك أخوتي كانت مني أنا الفيديو كنت نعجبكم وما كنت طولت عليكم وما تنساش تشتركوا في تيك توك عبدالله الدكوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته